اشتركوا في القناة 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 اتبعنا العود الصفر من طبيعة الحال والحمد لله و جاء الله تبارك وتعالى الشيفا نجربنا العود الصفر و نجربناه و نجربناه و نجربناه و نتشاركه معكم عمل الله تبارك وتعالى اللي يكتبوا على شئ واحد اللي عنده هاد الحال هذه يتبعها و أنا غنقول لكم القياس يتطيبون به بعدها لأنه ينطيب به هو السيد اللي في المردة هذا ينطيب به هو السكن جبير هاد وجوج من الصباح للصباح القياس مع الصباح من الطبيعة الحال ستشربوه بالماء و من الليل تحاولو تديرو غير هكوية في الليل في الليل غير هاد القياس هادا و معناطا نطيب له الماكلة بوحدته ديمن دا نديم حال هكو في الماكلة ديمن لابيت نصبه هكو كانت شي شعور باولاداك شي بحال هكو والحمد لله والحمد لله والحمد لله والشكر لله فكل شي المهم هاد الوصفة هاديرها بزيانة بزاف 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 تتعملها بنادم يعني راها رخيصها هادي عندي هنا يا ثلاثة الدراهم و انا درتير القياس ديرو غير القياس ديرو ربعة ديروها بيتو ديرو كله نهار شوية و عودتاني تشدوه بحال هكو وتغسلوه بحال هاد الاجعويدة هكو وتغسلوه وتديروهم في الكف وتقبو عليهم المطايب ما باش نعمر وقتين وتغطيهم بشي حاجة وتخليتاني طال الصباح وتشربوه زوين المصرع و انا الان الحالة الوحيدة اللي تنقول لكم دابا و اللي ركزت عليها هي السرطة مهمة الحالة اللي عندي في الدار راه هاد الشي اللي تبعنا وتفاجئنا الصراحة تفاجئنا بها ما عرفناش اش ما الصراحة الله العظيمة نيلة تفاجئ تقول ولي الناس و در تغير الله و الحمد لله ماذا ماذا النتيجة العطل يوم زيانة دابا عندير كنترون ان شاء الله نهار ثلاثة في الشهر خمسا انا بقا ايه الراقب ان شاء الله و نتمنى من الله تبارك وتعالى قاعد اللي في هاد الحالة اللي عمر بيعفوه عليه والله يرد به حيث هذا المرض صعيب صراحة صعيب و الحمد لله العلاج دياله موجود الحمد لله و شكرناه و المهم هاد الدواء هاد انا ردرته و براعلي السيد رابي خير و علاخين تمنى من الله تبارك وتعالى يكون هاد الدواء عجبكم و ديولي في هاد الشيء انا غير سخروا لي سخر يا صدر بيلي قال اليونانت سخرنا صدر بيليكم و انتو مديروا اللي بغيتو و انتمنى من الله تبارك وتعالى يعجبكم هاد الفيديو و تعجبكم هاد الوصيفة ديالي و اشاركم بروكة و هي يجعب عليoy боль والسلام عليكم ولو لديكم و العباجاتكم و السلام عليكم ورحمة الله و بركةه و لا تنسوني شميجين انشاء الله و شكر الله و عليكم بلداتكم واذبانا نفسكم و السلام عليكم ورحمة الله و بركةه شكرا